السلام عليكم كبير المستقلين النائب محمد عنوز يعلن موقفه من جلسة يوم السبت المقبل أعلن النائب محمد عنوز الذي رشه عن محافظة النجف وفاز بأكثر من 17 ألف صوت في محافظة النجف وهذا الرقم طبعا رقم كبير جدا لمنحه ثقة الناس النائب أعلن موقفه أزاء جلسة يوم السبت المقبل التي تشهد حاليا انشقاقات وتغيير بالمواقف بين الكتل السياسية ولا سيما الصراع الحالي بين الأطار التنسيقي والتحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة نحن نعلم أن التحالف الثلاثي يريد الحصول على رئاسة الجمهورية من خلال الحزب الديمقراطي وهذا يعني أن التحالف قد يكون هو المعني بتشكيل الحكومة لكن الإطار التنسيقي كان له موقف آخر بأنه هو سيكون عدم حضوره في جلسة يوم السبت هو الثلاثة الضامن لعدم تشكيل هذه الحكومة أو لعدم تمريرها لكن النوع محمد عنوز أعلن تفصيل وبهذه اللقاء أنه سيكون حاضر في جلسة يوم السبت المقبل لأن تعطيل مجلس النواب يعد خرقا للدستور وهذا الموقف هو كان لموقف كبير المستقلين محمد عنوز وستكون جلسة يوم السبت المقبل هي جلسة مصيرية بالنسبة للحكومة القادمة أي أن إذا تلكأت هذه الجلسة ربما سيتم حل مجلس النواب والدخول بإشكاليات عديدة أخرى موضوع الحضور في الجلسة عزيزي هي محدى واجبات النائب وبالضرورة سأكون شخصيا أنا من الحاضرين أما بالنسبة لبقية الأخوة الذين اصطفوا مع هذا الطرف أو ذاك يعني أكيد سيأخذون تعليماتهم من قلال استفافاتهم السياسين